طبعا المحاكمة بدأت اليوم وكانت مغلوقة يعني غير مفتوحة لوسائل الألام وتمت تحت رقابة أمنية مشددة في محيط المحكمة العسكرية في البوليدة يجب فقط تذكير أنه الفريق توفيق كما هو معروف يعني مريض وكان يمشي على كرسي مشازرولونت كرسي متحرك هو سقط في المؤسسة في السجن العسكري وطح يعني أصيبه في دراعه في كتفه وهو معروف عنده مرض مزمين يعني روماتيزم عنده علاقة أيضا بالعظام يعني روماتيزم ومشكلة عظامه لهذا السبب كان معروف أنه توفيق يدير الفريق توفيق يدير الرياضة ويلعب كرت القدم كان يلعب مع كتير من الوزراء والضباط الجيش وكان يرباحهم يعني كان يلعب مع مرغول وكان كل حراس المرمى يعني مع احترام للجميع طبعا حتى نخفه كان أي حرس مرمى يعني يخلي الفريق توفيق يسجل أهداف لأنه فريق توفيق يعني وحتى هيئة الدفاع يعني الديفونسور في الستعد كانوا يغضون الطرف ويتركونه ويسجل على كل حال نتمنى الصحة للجميع نحن بطبيعة الحال كان يمشي على كرسي متحرك وعنده مشكل في دراعه الكتف الأيمن وأيضا دراعه اليسرى وبالتالي محاموه طالبوا منهم الأستاذ خالد بورايو طالبوا بتأجيل تأجيل المحاكمة حتى يكون في وضع صحي جيد الأستاذ بورايو تواصلت معها اليوم أنا وقال أنه العملية اجريت عملية جراحية في عيادة السجن العسكري في البوليدة ولم يعني يشفى بشكل جيد لأنه المعرض انتعوا سيد توفيق يتطلب رعاية من مؤسسة استشفائية أخرى طبعا هذا موقف الدفاع ممكن موقف النيابة شيء آخر ولكن هذا ما قالوا المحامي على كل حال الأطباء الذين علجوا للموقفين ثلاثة الوزح النون سيدة الوزح النون وسيد توفيق مدين وسيد سيد بوتفريقة قالوا أن وضعهم الصحي يسمح بمحاكمتهم وهذا موقف الطبيب النيابة تقول أنهم في وضع صحي مقبول يمكن محاكمتهم ولكن الدفاع يقول العكس وبالتالي تبقى هذا أراء مختلفة نحن ننقل ما وقع نقطة أخرى مهمة جدا جدا في هذه المحاكمة يعني لم تظهر تفاصيلها بالتفصيل ونحن نتكلم في هذا بنوع من التحفظ لأنه انتهى التحقيق والآن أمام المحاكمة ومعروف أن القانون يمنع نشر أي معلومات خلال سير التحقيق ولكن يمكن التحدث عن ما وقع بعد المحاكمة ما زلنا في المحاكمة لم تنتهي وبالتالي نكون متحفظين ترجمة نانسي قنقر